بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرة دي بقى انا اه هقفل النت كمان عشان ما يجليش رسائل لان امبارح عملت لايف فكات الرسائل بتيجي فيه فكات يعني اللايف ما كانش مترتب طيب هنيجي واحدة واحدة تاني اللي ما سجلش الحمد لله الحمد لله في ناس امبارح سجلوا الحمد لله وخلصوا ووصلوا لمرحلة سيتم مراجعة البيانات نيجي بقى نشوف كيفية تسجيل الطلاب على الموقع الالكتروني فيه بوست على الصفحة والله فيه الصور دي وفيه ناس ماشت على الصور اللي عاملها الوزارة بالزبط وماشى معها الموضوع تمام انا ما بفتح اللينك بتاع التقديم بتجيلي الصفحة دي تمام اهي بقوابة الالكترونية بعمل انشاء حساب جديد طب قبل ما اعمل انشاء حساب جديد اكيد كلنا عندنا البريد اللي هو الجيميل اللي موجود على التليفون مفتوح تمام هدوس انشاء حساب لوليه الامر تمام حاجة هنا بقى قم بتسجيل حساب واليه الامر طب الحساب بتاع واليه الامر ده لازم يبقى باسم الاب ولا باسم الام انا عايزة اقول لكم ان فيه ناس عملت بالرقم القومي عشان هنا ما بيجي يكتب الرقم القومي والرقم القومي ده اللي هو الرقم القومي اللي في البطاقة في مصر مش رقم الاقامة في البلد اللي انت قاعد فيها ولا رقم البسبور بالنسبة للإخوة الغير المصريين لسه المشكلة هتتحل بتاعتك لسه التسجيل دلوقتي مش متاح مش بيقبل رقم الباسفور تمام طيب أنا دلوقتي حكتب الاسم بتاعي اول اسم اللي هو اسم وليه الامر بالانجلش بعد كده اسم الاب الولاي الامر اللي هو جد الطالب بالانجلش تمام بعد كده البريد الالكتروني الولاي الامر حكتب البريد اللي هو الجيميل بتاعي العادي اللي على التليفون مفتوح تمام بعد كده رقم الهاتف رقم الهاتف بتاع وليه الامر اللي عليه الواتساب باكتب الرقم يكون بالانجلش وقبل منه الكود بتاع البلد طيب اكتب الرقم المصري ولا الرقم السعودي اللي عليه الواتساب مفتوح اكتبه سعودي هتكتب 00966 مصري هتكتب 002 الرقم القامل وليه الامر المكتوب المفروض او رقم جواز السفر الاخوة الغير مصريين الجواز السفر فيه حروف وارقام فمش بيتقبل المفروض اللي بيعمل الداة بيزي يعدله يخليه حروفه أرقام بدل ما هي أرقام بس يبقى الرقم القاومي اللي هو رقم البطاقة اللي في مصر بتاعته وليه الأمر الدولة هختار الدولة اللي أنا قاعد فيها مش هختار مصر الدولة اللي أنا قاعد فيها وابني هيختبر فيها وهختار السفارة اللي أنا منطقتي في الدولة اللي أنا قاعد فيها تابع ليها أني سفارة يعني مثلا سفارة مثلا الدولة السعودية سفارة مثلا الرياض الخبر او سفارة مثلا جدة مش عارفة سكاكة ولا يعني فيه اختيارات بتزه تمام بعد كده هروح عامل ايه انشاء حساب وليه امر ادي انشاء الحساب ادي كده اول خطوة وصل هيجي بقى على الايميل بتاعي تمام الناس بقى الناس بقى بيجي على الجيميل اللي انا سجلت فيه بيجي لي ايميل كده الايميل كده at.moe.edu.eg ده ايميل تابع للوزارة ده بيجي لي على الجيميل بتاعي فيه ناس ما وصلهاش رسالة التفعيل دي تمام وفيه ناس اصلا الخطوة دي بيقوله هذا البريد الالكتروني مسجل من قبل او الرقم القومي مسجل من قبل فيه ناس تلاشت الموضوع ده ان هي كتبت رقم قومي تاني فيه والناس كتبت بتاع العم بتاع الخال بتاع الجد تمام المهم الايميل اللي انت حطيته هنا راجعوا بقى يا اما في صندوق الوارد اللي هو الامبوكس او في رسالة اللي غير مرغوب فيها اللي هي السبام ميل او الجونك ميل وشوف ايميل يكون جايلك من الوزارة بيقولك مبروك حسابك الجديد على مايكروسوفت هو كزا اهو اخره م او او اي دوت اي دوت اي دوت اي جي وكلمة المرور المؤقت تمام؟ طيب فيه ناس جات لها الرسالة الحتة دي بيضة الحتة دي بيضة فيه ناس داست عليها واللينك تحول وفتحوا الصفحة اللي هي التانية دي معا انه انه اما مش باين كتابة بس هو اللينك موجود بس الكتابة مش ظهر فيه ناس جالها كده وداست في المكان ده واللي تحت كلمة بريدك الإلكتروني وطلع ماشا الموضوع معاها وعملت هنا كوبي بيست اتعامل معاها تهشير كده للوزيليكت للمكان. او تلوزيليكت للموضوع او 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 اي دوت او او مش باين كتابة بس اتعامل معها وجات معهم باي لك ودخلوا على الصفحة بقى اللي هي الاصلية اللي هي هنا ما عملوش بقى انشاء حساب ولية امر عملوا بقى ايه تسجيل الدخول بحساب المايكروسوفت اني حساب مايكروسوفت للجيميل ولا الهوت ميل ولا الياهو مش هيفتح لان ده مش موجود اساسا على السيرفر بتاع الاوتلوك هم عايزين الايميل اللي اتبعت لك اللي اخره .moe.edu.eg بتدوس وتعمل بيجي لك بقى ان انت تعمل تغيير لكلمة الباسورد بتاعتك بتحط او كلمة المرور الحالية اللي هي اتبعتت لك في الايميل وتروح مغيرها بكلمة مرور من عندك انت بتاعتك اللي هي كلمة سر جديدة وتأكيد كلمة السر اللي هو الكونفيرم باسورد خلاص ده الحد هنا بعد كده بننتظر بقى ايه تظهر رسالة انتظار السماح بتدوس على ايه خلاص ان التغيير بتاع الباسورد بتاعك خلاص اتعمل هتروح دايس على اكسبت او موافق او متابع اللي يطلعها تمام بيظهر لك الشاشة دي بتدخل على البوابة بيقولك تم بتدخل بقى تم ربط حسابك بنجاح بيجي لك الرسالة دي على ربط الحساب بنجاح تم ربط حسابك بنجاح كن بتأكيد حساب مايكروسوفت يعني حسابك بنجاح يعني تم ربط التسجيل بتاعك بالايميل المايكروسوفت الجديد اللي هو الوزارة بعتته له لك بتروح حطه هنا اللي هي اخره .moe.edu.ig وتعمل اكمال الايه اكمال التسجيل بيروح فاتح لك هنا الصفحة الرئيسية هي ايه دي الصفحة الرئيسية في تحقق من المدفوعات وفي سجل التحقق تمام اهي طب وانا لسه دفعت يا جماعة اروح عامل ايه اروح دايس على دفع رسوم التقدم للامتحان ادوس عليها يعني الصفحة اللي بتيجي دي دي كده اه انا لسه ما دفعتش لازم اروح ادوس على ايه دفع رسوم التحقق ايه التقدم لامتحان الطالب هتروح زهرالي الليستة دي فيها اول واحد عدد الابناء تمام وبيروح هنا حاطتلي الرسوم بتحدد عدد الطلبة وبيروح الرسوم معمولة يعني هو هنا كاتب اتنين فتعمل تلتمية دولار خلاص وفيه خدمة اربعة دولار ونص تمام بعد كده بروح رايح دايس ايه على كلمة ايه على كلمة دفع ماشي وهنا ده ده اه اسمه وليه الامر او توقيع وليه الامر اللي هو التوقيع الالكتروني بتاع الفيزا اللي انت بتعمله في البنك خلاص او اسمه اهي دوسنا دفع هيجي بعد كده هنا البيانات بتاعت كارت الدفع هنا اه ده رقم الكارت اهو بتاع الفيزا فيزا او ماستر كارت رقم الكارت بعد كده سنة الانتهاء وشهر الانتهاء اللي هو الانتهاء اللي على الكارت وده اسم صاحب الكارت وده الرقم السري بتاع الكارت ودوس نيكست او متابعة او التالي بيجي بقى استكمال جميع البيانات هنا العنوان بتكتب العنوان بالانجلش بالعربي مش هتفرق وانا كاتب لك فوق اللي هو المبلغ اللي انت هتدفعه تلتمية واربعة دولار ونص تمام طيب بيبقى مكتوب اي اسم بنك مش فرق بتكتب هنا عنوان العنوان السطر الاولاني السطر التاني المدينة اه الرمز البريدي السفارة او المكان الدولة تمام وبتروح دايس ايه نيكست برضو او التالي خلاص بيجي هنا بقى ايه بتظهر رسالة بقيمة المدفوعات وبيان العنوان طب العنوان انا ادفع اعمل العنوان اللي في مصر ولا العنوان اللي في السعودية ولا العنوان اللي هو بتاعي في الامارات انا عاد في السعودية ولا الامارات ولا ايطاليا اكتب العنوان اللي عليه الفيزا اللي انت كاتب الفيزا عليها وخلاص كده تمام طيب بتروح دايس ايه دفع الان او بيناو دفع الان او بيناو بتظهر رسالة باتمام عملية ربط الدفع بايه اللي انت عملته هتضغط على ايه تضغط على سبمت او ارسال او انهاء على حسب الرسالة ما هي طالعالة بيأول ما تدوس على الزرار بتاع سبمت بيروح محولك للبوابة تاني وبتظهر رسالة برقم الاصال وتاريخ الاصدار وانه تم الدفع انا بقى لو ما كانكو تمام الصورة دي الورقة دي كده تمام انا هعملها في زرار في الكمبيوتر اسمه برينت سكريم بيعمل زي سكرينشوت هروح اعملها ومسيفها على فايل عندي ده كأنه وصل اطبعه ده كأنه الوصل بتاعي اللي انا خدته عشان انا مش هعرف ارجع للصفحة دي ايه للصفحة دي تاني فانا الصورة دي الصفحتين دول اروح اعملهم برينت سكرين وسيفهم على برنامج البينت وخليهم عندي على الكمبيوتر احتياطي اطبعهم احتياطي ده نصيحة يعني اللي عايز يعملها يعملها مش عايز يعملها هو حرف تمام بعد كده بيتحول تاني بقى للبوابة الالكترونية تمام اه وهنا وبيديك اهو رقم الاصال برضو اخد سكرينشوت من دي عشان انا ابقى عارف رقم الاصال كام وتاريخ الاصال بتاعي كام بعد كده خلاص هنختار بقى ايه تحقق من الدفع هنختار تحقق من الدفع هتظهر الشاشة بقى بتاعت ايه بتاعت استكمال البيانات ونقعد بقى ايه اهو نختار قيمة نختار من قايمة المدفوعات السابقة تظهر الشاشة التالية وتوضح اجمالي المدفوعات وحالة الدفع اللي هي اللي فوق بعد كده نختار التحقق من الدفع هتدينا ايه البيانات ونبقى عايزين نسجل البيانات بعد كده اهو انا كنت مسجل اه عدد اتنين طلبة هدوس على واحد واحد اهو اتنين طلب اهو هدوس على قيمة الطلاب هيديني نوعية الدراسة اولا هنختار اه بنبقى اولا محملين على الكمبيوتر او اللابتوب اللي احنا هنستعمله هنحمل صورة صورة عادية مش بدي اف صورة شخصية للطالب ونحمل بقى المستندات بملف بدي اف عن طريق برنامج كامسكانر على الموبايل بنصور بدل ما نصور بالكاميرا بنصور بكامسكانر بيحمل بيصور بيحول الصور لبيدي اف ويجمعهم في ايه في فولدر واحد او في ملفه واحد تمام طيب كل الولاد انا عندي اتنين ولدين او تلاتة في كله في ملفه واحد لا صور كل نسخ بالمستندات بتاع الطالب في ايه في فولدر لوحده او ملف الوحد خلاص طيب انا دلوقتي هختار هنا هعمل الصورة يبقى دي الصورة اللي هي الصورة الشخصية بتاعتي تمام طيب بعد كده هختار نوع الدراسة الدراسة فيه تعليم دولي وفيه تعليم عام فيه ناس لغات اختار التعليم دولي يا جماعة دولي يعني المدارس الانترناشنال يعني تعليم انترناشنال احنا تعليم عام وزارة التربية والتعليم العام والفني طيب بعد كده حالة الطالب حالة الطالب عادي ولا دمج فيه الطلبة اللي هم احتياجات خاصة بيبقى دمج تمام الدمج ده بيبقى لازم مع المستندات ورقة الدمج بتاعته اللي جايبها من مصر بلاس بقى بقيت المستندات صورة شهدت الميلاد صورة اقامة الولي الأمر صورة الباسبور صفحة البيانات والصفحة بتاعة التأشيرة بتاعة البلد تمام صورة بيان آخر سنة بتاع السنة اللي فاتت بيان النجاح طب اللي لسه بيقدم سنة اولة مالوش بيان نجاح لولي المستندات اللي فاتت بس لو طالب الدمج هيزود الورقة بتاعة الايه بتاعة الدمج تمام طيب بعد كده المرحلة هنختار ابتداء اعدادي سنوي طبعا السنوي سنة تالتة سنوي سنوية عامة ملهاش امتحانات في الصفارة سنوية عامة بيمتحن في مصر بينزل يدرس ويمتحن في مصر ملهاش امتحانات في الصفارة عشان فيه ناس فاكرة ان تالتة سنوية لها امتحانات في الصفارة يا جماعة طيب بيبقى المرحلة ابتدائي من من اولى ابتدائي لتانية سنوي الصفارة المرحلة ابتدائي اعدادي سنوي الصف اول تانية على حسب الصف اللي انت فيه تمام اه والدولة اللي انا قاعد فيها والصفارة اللي انا منطقتي تابع عليها خلاص ادي الايه ادي البيانات بتاعتي طيب بعد كده اهو بيظهر لي بقى ايه الاستمارة بتاعت الطالب هي زي الاستمارة اللي احنا كنا بنعملها في المكتب الثقافي الاول عليها الصورة بتاعت الطالب لو عايزين نغير الصورة نغيرها تمام بعد كده هنكتب الاسماء والبيانات كلها بتاعة ولي الامر بتاعة ولي الايه ولي الامر المرحلة هنكتب المرحلة بيانات الطالب طيب فيه بقى حاجة بيانات الطالب قبل مغادرة مصر الناس اللي كانت سفرة قبل كده كانوا بيعملوها وكانوا بيسيبوها الله أعلم كانوا بيعملوا فيها إيه المهم فيه ناس قالت إن أنا لو سنة أولى هكتب غير مقيد وحاجة أكتب في اسم المدرسة برضو غير مقيد وهاختر هنا المرحلة اللي ابتدائي تمام وفيه ناس اللي أم كانوا في المدرسة في مصر السنة اللي فاتت هكتب الصف بتاع السنة اللي فاتت والمرحلة بتاعتي وحكتب اسم المدرسة بس اختصروا في اسم المدرسة اللي يبرك لكم مش أكتر من ثلاث كلمات تمام طيب فيه ناس اللي كانت سفارة السنة اللي فاتت هتكتب السنة اللي هو كان فيها الطالب السنة اللي فاتت وتختار المرحلة وهتكتب في المدرسة سفارة الرياض سفارة جدة سفارة دبي وهكذا تمام لحد المفروض المفروض إن إحنا بيعدلوا إن الجزء ده يبقى غير إجباري يعني ما يبقاش إجباري أو يبقى فيه اختيارات تانية اللي عايز يسجل كده يسجل زي ما الناس سجلت والأفضل إن إحنا نستنى لحد ما يتعدل السيستم لسه معانا وقت لحد نص يناير دي المدة اللي هي الرسمية وأكيد حيمدوا المدة عشان المشاكل اللي حصلت في التسجيل تمام طيب فيه بيانات المراسل الرقم القومي يا جماعة بتاع الطالب الرقم القومي بتاع وليه الأمر زي ما قلنا اللي هو الرقم القومي بتاع البطاقة في مصر أما الرقم القومي بتاع الطالب لهو رقم البسبور ولهو رقم الإقامة بتاعته ولهو رقم التأشيرة ده الرقم اللي موجود في شهادة الميلاد يا جماعة والله يعني ما تعيبوش علي لإن فيه ناس فعلا مش عارفة تمام أنا بقول كده من الرسائل اللي جات خلاص طيب بيانات المراسل في مصر عشان لو فيه أي مكاتبات راحة مصر أو عملت يبقى فيه مكان حنكتب عنوان جد الولاد عم الولاد خال الولاد خالة الولاد عمت الولاد أي صاحب لنا أو جار لنا حنكتب العنوان بتاع بس كده ورقم تليفون بحيث إن لو فيه أي مكاتبات أو أي حاجة توصل على إيه؟ توصل عليهم في مصر خلاص كده بعد كده المكونات بقى المكونات المرفقة اللي هي الملفات بنختار الملف اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا عاملين اللي هو عاملينه عن طريق برنامج الكامسكانر على الموبايل عشان يبقى بيدي اف والمفروض إن هو ما يزيدش عن جيجا أو اتنين جيجا حاجة كده وهو الملف البيدي اف مش هيزيد أساسا أي اكستنشن تاني أو نوع تاني ملفات غير البيدي اف ما ينفعش تمام؟ طيب الناس اللي هم موليد خارج مصر اتصلحت بالنسبة لكم موضوع المركز الرئيسي اتصلح بعد ما الناس كانت برضو صرفت نفسها وعملت اختارة المحافظة بتاعت الميلاد بالنسبة لتعديل الاستمارة بعد ما حافظنا لحد دلوقتي جربوا هل فيه لما بتدخلوا تاني على الحساب جربوا هل فيه تعديل ولا ما فيش تعديل تمام؟ بعد ما بنخلص هي الاستمارة المفروض نمليها كلها تمام؟ بعد ما بنخلص اهو بعد استكمال البيانات بنضغط هنا من الصفحة الرئيسية على جنب قيمة الطلاب اللي هو تحت ده تمام؟ بيجي لي بقى اهي البيانات اهو اهو البيانات بيجي لي اول واحد انا سجلته هيتكتب انا عندي ولدين وكنت دفع لهم فاول ولد انا سجلته خلاص وكتبت بياناته كتب لي الرقم القومي بتاعه تمام؟ وكتب لي رقم الجلوس لسه في الانتظار وده لسه في الانتظار والولد التاني اللي انا عاملاله لسه مكتوب استكمال البيانات ادوس عليه يرجعني تاني للصفحة اللي انا كنت فيها اللي هي دي اللي بعمل فيها الاول بيانات الطالب لاستكمالها وبعد كده بينقلني على الاستمارة بتاعت الولد اللي بعد كده بعد ما بخلص بضغط على الصفحة الرئيسية بيجيلي شاشة بتوضح المدفوعات اللي انا دفعتها وعدد الولاد اللي متسجلين ولو في حد انا ما سجلتوش بيجيب لي فاضل كام متسجل تمام وبيجيب لي دي كمان ايه ايه اللي متبقي عندي خلاص انا اتدفع بالنسبة لي تمام وخلاص وبذلك تتم عملية التسجيل مع قطيب تمانياتنا بدوام التوفيق التسجيل ساهل التسجيل مفهوش حاجة المشاكل بس يعني احنا ليه مش بنفهم وبنعمل بلاش بكلمة مش بنفهم ليه مش بنشوف الاول الطريقة اللي هم عاملينها وبنسجل فيه ناس على فكرة ماشت على الطريقة اللي الوزارة بنزليها اللي هي الصور دي بالزبط وماشى معاها الحال وركزت في الطريقة وسجلت وكملت تسجيل واللي استعجل او ما فهمش يعني جزء او التبس عليه الامر في جزء بلاش ما فهمش دي عشان يعني مش قصدي حاجة والله يعني التبس عليه امر في جزء او بسبب الخلل اللي كان موجود في النظام اساسا في التسجيل اتلخبطت الدنيا فمعلش يعني ان شاء الله ربنا يسهل وما فيش حد حيعمل اي حاجة والنظام والسيستم مش هيتقفل غير لما كل الناس تسجل ان شاء الله واتمنى يكون في التوكو وربنا معاكم ومعينا ان شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته